أنا أتمنى يغاروا من الهلال بأمانة يعني أنا أتمنى الناس اللي تحاول تشكك في الهلال إنه تغار من الهلال يا أخي لو مرة حسوا بالغيرة من الهلال وقلدوا الهلال ترى مو عب إنك تقلد الشي الصح الهلال يجتمعون دائما على الهلال ويضعون الهلال خط أحمر حتى في خلفاتهم في الآن دي الأخرى المدرب رغم وضوح فشل المدرب يبقى في الهلال رغم إنه النتائج هذه كانت كويسة تقريبا لكنهم شايفين على أرض أن يلعب شيء مش كويس ففورا ألغوا عقد المدرب مشاكل الهلال ما تطلع ما تظهر أبدا إيمانة والاعتابة على خط الاحتلاط ثقافة الفوز والبطولة صارت متشربة تشربوها الهلاليون من أصغر لاعب إلى أكبر لاعب الفريدي الآن تخيل الفريدي الفريدي أحمد الفريدي لو في النصر يلعب بعكسيد بدر محمد كم حب بطولة حقق ثمان بطولة تعتقد وينها الحين يا رجل لو الأبير فيصل بن تركي حقق بطولة واحدة أنا أتوقع يمكن يجلس خمسين سنة رئيس النادى النصر هل حبهم للهلال مختلف عن حب الآخرين لديتهم بينما في نادي الهلال رئيسي حقق ثمان بطولات وقلوا لهم شي قد في بيتك الهلال حالة فريدة حالة متميزة عن بقية الفرق الأخرى قلها بكل صراحة بكل تجرد محمد بن فيصل محقق خمس بطولات قالوا تفضل لا يوجد رئيس ضعيف وآخر قوي كما يحدث في أندية ثانية سعود بن تركي مستقيل على الهواء من جنيف تخيل الوقفة بشكل كامل خلف الفريق هذه نقطة تجمع الهلاليين كبيرة ومصغيرة إذن هي منظومة إذن هو تراث ثقافة لا كبيرة أمام الهلال